السلام عليكم ورحمة الله جمعاتكم طيبة ومباركة ان شاء الله اولا بادي بادي نبقي نعلن على التضامن التام مع مرضى السلطان لتعاجف طب الانكولوجيا في نواكشو ومرضى الكلا هاو الشرايح الثنتين للأسف الشديد مدلي بهم ليدا الفوقاني من التدليل ولهم كيف خاطئهم من المرضى ويعطينا اعطالهم عناية جدا خاصة وكافيهم ذاك اللي لا يدموا لانا على انهم يعانوا من المعاناة من ذلك مراضى اللي مصابين بهم شفينا وشفيهم وشفي جميع مرضى المسلمين إن شاء الله هذا البث له معدلينه معدلوا بعض العلوى الضيط البنية التحتية الصحية في مدينة الماذيبو وعلى هذا الوقفة والتلاهرة اللي اليومي شو يومي يلي معدلينه طباء للمجزارة الجهوية اللي نقاله مكنيب طب بصواني وعلى قضية تفتيح طب مستشفى التخصصات اللي ينقاله طب قوة أولا البنية التحتية الصحية في مدينة الماذيبو لكن خالق منها ما ينشبه به مع أن مدينة الماذيبو مدينة عمالية وفيها ما يربو عدم متين الهنسهم الحمد لله بحكم إنها مدينة عمالية العمال اللي فيها متعرضين متعرضين لأسر من الحوادث ويرتعودهم قدر من التدابير المدبر فيها في البنية التحتية الصحية ولاو خالق الواجعة ولن سمحوا لي باحة شوية عقبالي الحمال اللي صار عليه لدمية كاملة وراجع لن يعد الصوت مع صلكم البنية التحتية الصحية في مدينة الماذيبو خالق منها الذين قالوا طب العمال اللي رعي في العريقي وفي حالة يرضى لها والطب الهوغاني المستشفى المقاطعي وحالته ذيك إياها وهو كانت تدق فيه الناس كوفيد أما عنه فم قسمه خاصة بالنساء وفم طبيب سنان وطبيب عام يغير الظروف اللي يشتقل فيها أعلم هاللام ولا أنا والناس قاعد لا متخطيتوا فم هاو المراكز اللي تابعين للبلدية اللي كانوا ثلاثة وعاد وثنين الثالثة دي عنه وعاد خاصة لا بهل السكر فم ذلك صنطة المراكز طب الرضوان وتخصصه لا الاستشارات اللي متعلق أبا الجراحة فيها الشرجين وكم بتاهل الإمانة ولهو باخر شي يويلو يغير تخصصه لا الجراحة فم وياسر من العمليات ذاك التطبيل ذاك وهمات لقد يعدلهم من قلة الإمكانيات وعامل ثاني هو تعب وإرهاق ذاك الشراحة لفم اللي للأمانة مركز على المستوى وحد جاه كامل لدور العيج وعلى اللي تطلب حالة وعد من العليات ومن التركيب يا قير نياضتنا نعرف على أن بين التخصص طب الرضوان والأمومة والطفولة اللي تخصص ربنا الخامسة فم ياسر هاني فم الأمراض الباطنية فم أمراض الصدر فم الكلا فم السكري فم أتي إياه الكسور فم القلب فم ما خالك شي ما هو وهذا ما عم توالينه للنقاط الصحية ولا يعاجه ولا يمسه لتابع البلد يطلقا ذاكامل يموشح الشراحة ذا المجزرة اللي ينقالها طب اسبعانه وذي المجزرة اللي هي وضعية هذي اللي هنقول لكم مولت ومولت مولت مولت التعاون الإسباني أصلا مملكة الإسبانية و أصلا قام بالمشاكل صارقة حظته ولو عدل على الصفر اللي كان أصلا الاتفاق عليها بينهم هما والمملكة الإسبانية ومن بداية وبتنع للباطل والصرايق والكذي وعاد فيها طاقم شيط طورا عمره الزمن ويتبادلوا عليه المادير كامل أبقى نعمل المادير ما جعله منه المدير الحالي لمستشفى التخصصات الأخ الدكتور محمد الشيخ ورغم بعد تعاقب عليها الطواقم والإدارات تم عمل والله هو يخيله شيء هذا المستشفى الذهب أول شيء يعود فيه الإنسانية والرحمة والتمانوكت مع المرضى والله يمن احتتاحه على إله العاد ثم الواقش نعدوا على الأصباء إياك ما نعمل فخلاقهم يلغربية الساحقة بعده هي اللي في الواجهة بلا خلاق فالطب اللي هو هلو نوايب الكامل الحمدلله يعرفوه كان عندهم اللي هو كان قريج لنهار ما ماشي مريض والله ثنين والله ثلاثة واكثر إما فألمنهم عنده شيط الطيائر والله هم بالعصات والوتات الشخصية بهم اللي يطب معه قاب يتكفل بحالاتهم ويرتفع شهر معاك شوق وفم شهر الخارج هذا الطب المستشفى الجوي لهو للأسف الشديد متحكم فيه لوبي وله لدارة لدارة بلا تحكم فيه ولا سيطر عليه ولا حد هو توف ساكت على على لاك الخالي ولا طباهم وهم اللي ماجهين المرضى بلاك اللي تعرفوا كامل من السوق الأخلاق والسوق المحامل وعدم العناية ولها فيه واجعة من الإمكانيات اليوم اللي قد يتكفل بحالات المرضية اللي في الوادي بغير شلاحه فيه هو كان بها جهزة وراحت كاملة وراحت بعد بها والله زاد المرد يخرق له الشيء ثانو على الياحة على أنها ياسر منها يرتفل من دارة العيادات الخاصة وذا الضحية فيها اللي المواطن نحن ذمن الزمن كامل نعانم ذا المستشفى له وثلاثة الأدمية تكتب عنه وثلاثة الأدمية تقبل منه أدلة على ذا اللي تقول عنه الأول يوقف وجه شخص هو طواقم الطبية ويشكو منه ما أن الله اللي عياه يحيط له له اللي منه يدكم منه لقدامه صعوه ما أن الشخص كان لا يبين وضعية مستشفاه ومن بينين هاليوم وشاكين من هاليوم للي طراليوم ما كان شنه هي مدى نسخها وحدير بوجتها كانت إلا أنت اللي الرقاج يظهروا تطلص العياط وتشكي وتمرق البيانات تمينا بين عشيتين وضحاها لأن ذي هي نفس الطاقم اللي هو هو متنتق الواقف الاشماس اللي فيه البعض اللي قال أعلنه أكبر عنده راسه من اللي يوقف الشمس ولا يعد الحالة بعد مع راسه ونزال جايته الشمس ما هي ما هي شمس اللي لا يجب أن تقوم بذيبه أي عقب عليك اللي يعرفي حد الكامل اللي نفس المدى وهقف في تحوشة الطب طرص العياط نحنا خالقنا ونحنا فاعلنا ونحنا تاركنا وللا عندنا ديجهزة وللا قدون نشتغل اللي طلص منكم دور كنتم كنتم امانعون بالأمس القريب شنه ديجهزة اللي فم اليوم اللي الهسنة كانت تفم ولكن تنخلي نحد يتحدث عنها الوضعية اللي فيها الطب اليوم اللي هي اللي له فيها السنة ولكنتم خالدين حد يتحدد عنه ذا اللي طرع لكم اليوم شنو طب ذو يدخل ورقاج وذال داخل وبالنسبة لهم ما هو ما هو إنسان ولا هو مواطن يستحق الرعاية وإنما مشروع مدر للداخل حدا عنده قيات اللي يمتصون وإذن اللي يفر أما اللي يلود الصفة وكلفت بها عنه شنو أكشو ونعرف هو الحالات اللي قاسة نو أكشوط اللي فيها اللي مش بهم ولانا يعرحموا وفيها اللي إنشبار قاعوا شخص مرض وتشخيص معه هو هو الصالح ونعطاه له أدوية ما هم 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 اليرطي الحمد هذا الطاغم اللي له وللإدارة اللي هي يتجي وتخلص عند ذلك عند الكس وتدخل واعدة لزرجانس ولا تجبر فيهم الطبيب والطبيب من تمارفق في بيت شرق ذاك ويعيط له مرة وثمتين وثلاثة وإلى ما قمت انت ونعطي لهم من الصنعة لما كنت تبقى تناعط ورقب الحس في بلد ما هو بلو ما له يعدل لك ذلك الدور ولا له يمرك شرق طبيب هذا الناس كاملة تعرف كم من حالة إن جابتهم وتموا له والله ملاتهم زرق يحانوا طبيب من تمارفق في بيت مكونكتي والله شهد الأخبار يجيهم وهذا الناس كاملة تعرف إلا في التدين اللي استقبلك الطبيب والله الطبيبة يكتبلك عليش من الدول ياسر فيه عدمه وفي فرماسي مع أن الوزارة دعاتها لأن الطب كامل لدوية كاملة موجودة في فرماسي لا يتمشي تلوى دلو وذي قضية الفرماسي مازلنا لينجو عليها إلا تفوت طراه فرماسي يجي كان ينفرميهم عبس لياسر فيه وعاقد وجهه له أو صاق ويعود مسيكين واحد حاصر عليش من خلق معيوفه وتلاقي مقرزك مستقبل ومقافي وإما تنطلصي عاقب ذلك الله يعدل لك الله تدخل وإلا تدخل من البيوت البرانية اللي وضعيه من حرفه وفر لسي أخلاحك في هذا الظالم ولمشوشو الخنافيس وسوء المحاملة من الطاقة من اللي يفهم الله غالب يتوبا منذ رب الله عليكم هذا الطب اللي ذهو يكان هو هو حقنا اللي يا الله تنجبر يكان هو هو مستشفر جهو مستشفر جهو عاصمة ولاية عاصمة دولة اقتصادية ومنطقة قالهم أنها حرة لهي يعدل فيه ويعدل فيه ما نالله قالكم هنا لها مسكان راصح عن ياسر ولهني باقي الرقل بحسي حتى ونطل صلاحك اللي فيه خلاقي كامل يبقى اللي أنتم مطابغة معاهم ونصفهم إياك ما نشمعهم فيه اللي نقول كم من أسره اليوم فنواذيبوا وراح ضحيته لطب اللي هو وطاقموا أحد أفرادها ما ينعدوا لاي نحصار كم من حالها اختفعت فم وقاستنوا هك شو ونشابرت للأسف الشديدة كان معدلهم أول يرجعوا عدل فيها اللي توفى وفيها اللي أقام ولاني يكتب له عمار في ديت من درد الطاقم شي استحق معه السجن وهذا المعدلهم على أن الموريتانيين للأسف الشديد وهذين قالوا طب ما فهم متابعة ولا فهم جمع دلة ولا فهم مات إياها تحقيق يعدل عاقب كل حادية عاد اللي فهم وعاد واحد منهم والله واحدين قطن قافلوا في الحبس يعودوا وما زال الله كحالهم فيه ما يعد أجل خاله تعودوا لقالك ما زلت عند الفهم غير هذي سيبة مطلوسة في ذاك الطب والتحتاني فيها دايما والمدل يبيه ليدو محقور ولا هم مرة في شويلين يتكلم من الشاطر قدام الملاطن أنا أعرفه كلها فاتحة قد صد علينا أحاقب وشويلة بقات كلمة مكان وفيهم البعض اللي شفتها في الواقفات اللي يولي هذا الطب الله اللي كان فيهم من التجهيزات وما يحرفوا قد الخالب كل الشات وفلقهم وما يحرفوه ما هودة أرجع عليهم ولا هم من اليوم اللي مطاربهم به اليوم شنه نحن نطاربين بلاك الطب على أنه يعد البعض وما نعرف له بعد شيء يقال أول خطوة في الاتجاه الصحيح لأنه الطاق من الله ونشاطهم بديوه ويحاول شفر مده ثانية نحن بعد واحد اللي ملان علينا نستكفينا منه وشبارنا منه قرعتنا يمشي كس مده ثانية اللي انتج بار منه قرعته نحن بعد بلا قاية اللي فيه لا عائلنا فيه والأتفه الأسباب هون يأسر الله شوي من الخلق وتم واعدة معك شط إياك الدعو أول مرة في حياتي أول مرة في حياتي نشوف مستشفى جهوي أحسن منه تجهيزات العيادات الخاصة اللي مملوكين من طرف نفس الأطباء اللي في المستشفى الجهوي رواية قريبة هذا إياك هاش يأك يتم إلين يجي المريض للطب ينقال له انت تحتاج ما هو كذا وما هو كذا واذا هون الطب ما هو فيه قارجين في العيادة انت اللي فرط جاي يامس مقطعنا عائدك عادت عندك عيادة مجهزة للتجهيز واذا مستشفى جهوي عند دولة صنبي تجين عد مئات المليارات ما فيه الاجهزة اللي عندك انت ولا فم منافسة نفس الأطباء اللي في طب سبانيا اللي شاكين اليوم هما هما اللي عندهم عيادات الخاصة هما اللي مجهزين عياداتهم الخاصة أحسن تجهيز والطب اللي يشتاقلوا فيه اللي ملكة الدولة اللي ميزانية تاب المليارات عاجزة عن توفير ذي الاجهزة لا بيهما اشي واذا القارض ماذا شنهم القارض ماذا على انهم يتموا هما هما اللي مسياطرين على سوق الدواف الواذيب ويعود ما خارج شي ما هوها عن طريقهم هما عن طريق عياداتهم الخاصة وغير كالطب طب كبر مولاني وفيها من التخصصات هو عاجز عند الجهزة القضية الثانية هذا الطب اللي له وفيها نسلش رجيان معروفا وأذبا ما شاء الله ولا لاشي اعتبع ولا شاء مثل المولاني ولا كالشايع بيهو وانترى ولاية فيها ذا من السكان ما دول لها نسلش رجيان وتعرفوا الوسائل اللي ينجبار بهم في حالات المستعجلة وانترى وتعرفوا التدخل اللي يدخل اللي يقوم يتخبط وأقل بضحايا الطب أقل بضحايا الطب ضحايا لك اللي بلوك اللي كواها وضحايا لك الشخص اللي كواها هذا اللي انتم وفيه اللي انتم شاء القدر علينا 2017 وعدل مستشفى التخصصات اللي عقبه كان نرطب كوبا وجاه ذاك الطاقم الكوبي ونعرف هما عاملتوا اللي كان عامل بها المرضى اللي جهوا للطب والزوار جبار نجيم هما مشي متكفار مشينا على أولادنا المسلمين اللي صلوهم سفرايض الانهار ودينهم دين التسامح والرحمة وقدر لي لحقة الحالة من الخطر والاستعجال على التدخل يدفع عنك واحد منهم المسجد اللي فالطبط يدي فاردته يرجع لك بالخوف من المولانا جاونا ذو كنصارة وعدنا نختارهم عن أولادنا اللي قرأت الدولة بضرائبنا وتخرجوا عليهم جوامع هو جوامع اللي مبورسي لهم وجاوا من عجل خدمتها وقالت وقالت تحرش متعليم الأدمية طب نظيف طاقم ذو أخلاق عالية وذو معرفة مالي يعرف ذو اللي واحد فيه وهو جاي من دولة ما شايح عنه ما شايح عنه ما شايح عنه بالطب واعر فعلا واعر وقالتها الناس كامل وقلناها نحن ولمقى حد ما قاله قال العدو عارفين على أن ما يربو على ثمانين بالمية من الناس اللي كانت استفادة من خدماته عندها كنا ولهو عدم ليه وانحرمت منه سنتين ولسباب لا انجوع ليه وخلقت فيها خطاء خلقت بعد فيها خطاء ولهو خالق طب في العالم يسوى هو شنو ما تخلق فيها خطاء يغير ذوك خطاء ما هم عن قير قصد ولا هم هم الشايحين معدوا على روز الأصباح كيف هاي طب ثاني يهلو يواكبوا عاملهم بجدية ويخلاص وهم كان مشكلة ترجمة صحيح كانت فهم الرحمة فهم الإنسانية فهم النظافة فهم البشاشة فهم الاستعداد الاستقبال المرضى في ساعة من النهار يسوى لي يسوى فجر يسوى ضحى يسوى القائلة وهذا نحن نفتقدوه للمجزرة الجوية خلاصاتهم الكبار طبيب ما جايبوا الخلاص طب بمهنة المتاع واليهان والشغرة وعلا بالنفس وخدمة المجتمع ما يمهنة الفضل مطالبين بخلاص كبير مطالبين نحن معاكم به يغال المتنعين نحن عنها علاش بين اللي ما تستحقوا ولانكم ساوينه ولانكم حارثين فينا علاش حارثين فينا اللارساء والتكشار والكرب والجنغة والتدليل تليدو تنعا تنواع المحقرانية كاملة هذا هو اللي حالثين فينا ومدلنبتها حد مساندها فيسل وحد معدل من قضيتها حقها فيسل من ذلك طب ما ستحقوا مو سجن أقلبكم لعلهن عمونا ظلم حد ما ستقبلكم سجن إذا انتدفق حقوق لدمية اللي راح الضحيتكم بلدهان ما تستحقوا انتو عدوا اللي فهم عداله وقانوا صارم تقولوا فالسخته في البلوش عند اول خطأ مرقموا له القداء يحاكموا ينحبس لعل هذا واجعة هون مو خالقوا عاد كلها ماشي يلفخ ما علي حاسيب ولا راقي في الدنيا ما الاخرى يتحرق هذا كل يتحرق واذا ما هو دارب كلكم يجي هون معروف الحالة اللي يجي فيها ما يلقي هون ذلت الشر اللي انذا هو هو السيارة فاخر والدارة في خارمة ذاك وترها تكثر لما لاشي يحصلوا يضيق في المستشفيات العمومية على المواطنين وكدر عليهم يقعد ما فهم الحلول ما هو عياته هو الخاصة تحصر عليه لدمية فيها طب القرب يجي يجو الجهاز اللي يعلق لتنسيون ما كم اللي يتراو فيه ولهولا ينعطى لأي شخص جاي فهمات إياه يلطي يعلقه من إجرع لنه يعدد لفاح السنسيون جهاز يعلق هوات 24 ساعة للمجاج نفس الطبيب اللي ما هو عنده لا هو قد يوفره في الطب ولهو عنده عياته الخاصة وكله ب25 عشرينة لهوليية لـ 24 ساعة اللي كورولا اس مد ذنبتها عندكم إنها يرجع لنها تسعى في صلاحة صحة عمومية إياك تحرام روصا من الدخل اللي ذنبتها يمد أجهز تماما عند أطباب الدولة بس من حال اللهي الطالب بأنه يجهز لها طب إياك تحرام روصا من الدخل اللي بنات من نوع دهروا هل ما هو عاطل المعنى ولهو معقوب؟ طب كوبا كنا نجوه نجوه ما بينك أثرة العندن من الفضاء طبنا اللي عندنا كنا ونستفادوا من خادماته بدون تمييز ألا تمانوك تبلود فلو نظافة واستعداد فجل حظا منها ونمرقوا راضين حتى وعبرنا عنه ولا عاد فمش ما نراضين عنه خاطئة ارتفاع التكلفة ومشكل الترجمة نعود وقلنا ما أنا خايفين من حد ولا أنا طامعين فيه ولا عندنا ولا لدارة له ولا شي ضد لدارة ثانو يقيل إدارات الأشخاص هما هما ما يرقى عنهم شي غير مانعونوا نقدون نشتغلوا نقدون عادلوا شي يعملوا لا ببيلات والطراب دولة ما فيها صحة أبسط الحقوق الصحة ما هي قادة توفرنا بمدينة تنواذبون أننا سنتين محكوم علينا بحتمية اللجوء المجزر الطب الصباني وصقات الأدمية وعيطة في كل بلد من أجل تحسيس بهذا الواقع المؤسف المزلي مجزر الطب الصحة والأول يقفوا فيها هذا الأطباء اللي رأى عهم الله أهرين الضمير اللي صحابه الأيام اشطار صمنهم ما هو اقتراب افتتاحه مستشفى كوبا ورأوا لما حاليها واحد اليوم منهم لأنا ذا البلد ضيق علينا ولا أودانهم بلده وساع منهم بلده وساع منهم ما تستحقهم تحويشة السجن تعدل فيه رياضة الضحميس بلده وساع منهم شعطاه ماذا حقك فيه؟ هذا الطب اللي قاله مستشفى جهوي طاقمه ما تستحق شي اسوه ما هو الشارع ما هو الشارع ما هو الشارع ما تستحقه ولا تستحق شي اسوه ولا تستحق شي اسوه ويرتنق بضمن للمواطنين الحق منها وذاللي ينقاب على ان هما ذاللي يقولوا حق الوضعية اللي اشتغلوا فيها كارثية ما لها لا عد ما قد تكلموا عنها بهم اللي فهم طب التخصصات اللي ينفتح ونفس الاسباب اللي ساعه وفنه وينقف على عليهم اللي تلك الساعة وهو تذني دخل عياداتهم الخاصة وكيف تنفطنه عندهم عيادات خاصة فنواك شو قد يجي لها كتلشاههم من الناس عقل طب التخصصات وكانوا هما هما وقود ذيك الحمدة اللي قامت ذيك الساعة اللي شيطنة هذا الطب ويدارته وطاقمه ونفس الوضعية خارجهم ان يرجعوا لهذا الارك ذا هو هو المقيمهم ما مقيمهم شي ذان وسع بيروهاتهم ومقاطع دمشقبهم بهم اللقاعه ما فهم الموسع لبيروه الاجهزة هم غام شق بينهم بهم اللي لا يحرمهم من دخلهم في عياداتهم الخاصة شكري بعد حد ما هم احنا احنا عدنا نعرفكم ولا تي تقارننا احنا ماتي تقارننا ولا نكم سامين عندنا والله نبعد نتكلم لكم ما نكم سامين عندنا شي يسوي وشي ونختار الموت في داري والله فنبدي يعني شي كنتم من الدعوة طب التخصصات يالتو نفتحها ويالله تهول تسعلت خدماته مختلفة كاملة ويالله يقلب فيه على قضية الترجمة وعدوا عارفين على ان تسعلت 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 مطالبين بتصحح قضية التقلب على قضية الترجمة والخاطئ بفهمة يهمان وطالبين به به اللي صالح كان إلا عدمه لا يغسل لأنتولات الوزارة اللي يكتور صدعوة تابعة الشي كان يتابع لك الوزارة ونحن معدنه في إن شاء الله قال بعلينا البعض السابقية تبع للوزارة كانت وضع يتوقع عنها مع أن الشاكين من شفهم خاطئ ترجمة وعلى تكلفة الخاطئ شنان ما كان الشاكين عودان إن داروا معهم أطباء موريتانيين الأطباء الموريتانيين ما تنقصم الخبرة ولا المعرفة فيهم الأطباء اللي بريان فيهم الأطباء اللي يقروا في الجوامع وفي الكليات اللي في العالم في أوروبا منفسها والمعرفة ما هي الخاصة الخاصة أنهم يبروا اليمين اللي قط قسمه هو هو الخاصة خاصة أن يعود المواطن عندهم صحته وكل شيء خاصة أن يعود وعالفين على المواطن داخل عليهم يسان وبهلو وذي كتكشرة اللي يكشرة ويعبسوا في جهو يتفاقن على المريض وعليه له معاناعتهم تمواطر سجوتهم يتواضعهم يمسوا الترام وعالفين ما أنا داخلين على واحد منهم في البيت خيمتهلو داخلين عليهم منشأة عمومية أننا نحن المواطنين ما هي الرئيس ولا الوزير الصحة وزير الصحة ورئيس من قيم من الصبح مهباس ولا مند معلم الشهم معدلين أننا نحن المواطنين وحقنا نحن المواطنين وليعطوا يجل فيهم ويقدر وندال على الرأس نحن المواطنين أننا نحن المواطنين من الناس الذين دخلوا على واحد منهم إذا هو هو معبس التعبس التعرف كاملين وينازق وصفط الدفوف ويكارن هذا ما هي مدى لهذا الداوي ولا هي مدى مطموعة فيها الرحمة ولا مطموعة فيها شي أسوأ وشنو والمشاء اللي اشتغلوا فيها لسيخ لاحق فيها الوديشين وتعرفوا اللي عدوا للمشوشوا وبدواتا للمرضى في الليل وتعرفوا المعاناة اللي عاملوا المرضى في الليل ماهم جابرين حد يعالهم يتوافن على الخالق إلا ما رحم ربي الله اللي فهم الواقش طيبين وصد دكاترا دزين فرمي يواجع قليلين قليلين حتى اللي عدوا نكرر على أنهم طالبين باختتاح طب التخصصات هون اللي نعزع للرواية والنباط روايات منهم قضية كنم طالبين الدولة على أنها ذكنا من له بدل من يعود حق المواطن الموريتاني فيه عملوا في دارة معينة والله في شركة معينة ما خالق موجب المعطة الحق أكبر من أنه يعود مواطن موريتان وبحقه وفطن هذا كنم يلط يعمم على جميع المواطنين من حق جميع المواطنين على أنهم يعود يستفاد من خدمات كنم قضية الثانية قضية صيد الياد صيد الياد كانت كيف كوافرات كيف كان كلهم قفلت تدركها وقفلت الأخرى قفلت نظير وزير الصحة السابق وطاير من الطايرة الي ضرق يمر يمرق المواطن يمرق المواطن مخل يراه مريض وفي حال يرذى لها وفرماسي الطب اللي فيه عايزة عن توفر ذا اللي يلط يعمل يمرق المواطن بلاوت يربع على كرعيه ويتعطاه التكسيات ومقلوب راسو يسول الفرماسيات مني هذا في النهار في الليل ما فهم شي يسوه وشنه يقد يستدد به المواطن على أن راهي الفرماسي الفلانية هي يجد عليها المتاومة وهي الثالث والرابعة والخامس في الليل هاي ماش خير الأطباء بيرتعودوا عند فهم ذا فرماسي لين عادوا فرماسيات الطب عاجزة الوزارة عاجزة الوزارة عن توفر فيهم جميع اللي يطلب ذاك الطب من الدواء باعتبار مختلف الحالات اللي جي على الأقل تخلي المواطن بعد عرق تناول قد يجب ربي يهدوه وفي وقت قياسي ما يهدد حياة مريض هذا بعض فاضتنا عرقة نواضرنا خلونا نقدون تمنقو به ما تعدوا حال منا من الطب في الفرماسي اللي انتر وإلينا مرق واحد منا لافض فاضت ما هم اللي لا يجبر فرماسي قد يشري من عندها وإلينا اللي يجبر فرماسي لا يشري من عندها لا يشري من عندها شي من كبت الدول الحب من فرين مكمباكت وصيرو من زرق هذا ما خالك حد اليوم ما يعرف إلينا يقبال رقاج اليوم الرأس ويعمل حب من البرستام واللي ينباع هون يعرف على أنهم هل يتنفو إلينا يعمل حب من البرستام واللي جاية من هذو دول الأخرى حتى سنة قال هذا يجي إميديا تماما 15 20 30 من تمن رمع فغول وهذا رهو لكم بعد هلو اللي جيبوه ما تفوتهم صلو في الصف الكتاب ولا تفوتهم سك ولا تفوتهم حج ولا عمر وموالهم يمولون منهم الحملات السياسية وهو ما ضحاياهم ينعدوا بالآلاف ذا البطن يواجر دون حصيب أو رعب أرى نشف نذيك الساعة بداية تولي نذير للوزارة كميات الدول اللي قبضنا وقبضنا ذكروا لي اسم واحد جوال الدباء اسم واحد متحداكم تذكروا لي انسيشنا على فرديك الغضية ما هو خالق وقبضنا لقد وقبضنا وخاسر وتسحبوهم الفرماسي تحرقوه الله ما نعرف لكم شي أقر تعدلوه ظاهريا نكم تدلوه ليش من الكران وتحرقوه اللي تعودوا ما تعاقبوا الناس اللي واقفوا ورا ليش في قيمته فايته شنه ليش فيهم الفايتة المواطن نفس الشخص اللي يركب طيار وقيم ما عدن نفس العملية ويجي مواطن محكوم عليه بحتمية شلاه للطب هاي ما يش خايد هذو الفرماسي وهو يا الله تنقربوا من الأطباب ويخفف على مواطن معاناة وتلوان للطب هؤل الفرماسي اللي هم وبالنسبة نحن أهل الواذب وعندنا دوف فرماسي ذنتين ذنتين ما هو شذان يتعاملوا مع كنا وقلبية الأدوية ما تعرف بلهم ولفات الان استهداة عليهم بهم اللي عاد ستيري والناس حاصر عليهم أقلبية الأدوية عندهم تهل أغري وقت ويجيل لا يمكن تشريد مكتوب عليك ويغال انتص به الناس كامل متحرج مع دوف فرماسي لا هم تهل طالبين علمتوا الفرماسي اللي في الواذي يعتمدوا عندك مراعيحات اللي دار قد اللي لات ويعتمدون للفرماسي لن نحن ساكن في العريق ون نقوم نزل الواذ الفرماسي على تل شرق صال يجل بك مطر السلام حيواني فقاني من التصواني يكن قد نعيش به غيالي بشرف وكرامة من حق المواطنين على أن ندالهم كنا نفتولي فرماسيوم ونحقهم على أنهم كنا نعمم على جميع المواطنين قضية نقل المرضى معروف أن كانت هنا للأمانة إنهم بلاص عن بلديك تنواريبو وكان إلينا تعود الأسرة معهمة صورة الحال المرضى يحتاج عرب عشر نوعك شو عندهم ذيك ذاك السلفية السوسيال اللي في البلدية يتعصلوا به ويتأكدوا من قضيتهم يمشلهم هي اسمها لامبيرانس وتقسبيهم نوعك شو عقب للأسف الشديد خلال قزوة طب كوبة عقبها شوي لنا اللي مات لهون ما هذاك الطب المجزارة الجهوية نعطاتيك لامبيرانس المجزارة الجهوية عقب للأسف الشديد خلال قد تكون مجزارة الجهوية نعطاتيك لامبيرانس المجزارة الجهوية ومجزارة الجهوية نعطاتيك لامبيرانس المجزارة الجهوية كم مريض يستحق الرفع حانيا بلاس ارجع منه هك شو أول يالله هو ليتواسل مطاربين أعلن جميع النقاط الصحية والمستشفيات اللي في الماذب وبما فيها مستشفى التخصصات لا يهتح أعلن هم يعود فيه من سرفيس سوسيال انترفانسيون اميديات اميديات ما على المريض اللي عاجز ماديا يحصر على حساب صحته التحقيق في ملف والله تعدال ملف هذا ما هو يا الله شوين والواخي يالتعود فماتي اياها عن السرفيس سوسيال جميع نقاط الصحية والمستشفيات عند منين تعود حالة المريض تطلب انه يدخل يدخل ولا تعود الادمية انتشالها على فيسبوك هذي فضاحة الوزارة الصحة وفضاحة الحكومة الموريتانية ودرجة الهل الخير فضاحة للوزارة الوصية على القطاع وفضاحة للحكومة الموريتانية ودرجة الهل الخير لعله بوضوح لعله يبقى حد ما اسمعها من الخير من الموريتانية لذلك يحصل من مؤسسة للدولة صحية مسؤولين في هؤلاء المليارات من اجل توفير خدمة لمستوى المواطن وهو يجمع له باش يرتفع باش تعدال عملية غير تعداله بشيه ثمانين وشيه ثلاثين وشيه أربعين ألف هاي فضيحة إقاذ بالمقابل هاولا طبال اللي واقفين غارك في ذي الوقفة اللي يوني فيهم قاع مخزوم زايد من الإنسانية ورحمة وعاملين قروبهم بريمان ما كم لا يتراوه لقاجبا ينجمع له التبرع وهو يتعالج عند مصحة واحد منهم ما به النوى متكفل هو به به اللي ما هو لا يجيها صلم العيادات الخاصة يجيهم الله حد سابق يدخل عود الافدع لكوفه فضل والله إنا سيرانس من هاوليزا سيرانس اللي عند هاول الشراك الاخرات كلام ما يمر شيفا كلام بالنسبة لهم قاع حد عنده لكنهم ما يلطوا قاع يدخل عليهم ولا يستحق ولا يستحق خدمتهم وما بعد ذلك دمال الإنسانية والرحمة بقومتهم يتكفلوا به الحالات عيادات لهم وتكاديفة فونكسيون ماه العيادات والله اللي حصلوا اللي قدوا يفوقتوا أحصار عمال مادة خلوقية وهم عياداتهم يشتعلوا هاي ما يشغل لهم الإنسان يبنين قاس مهم يعود فيما سيرفيس سوسيال يتدخل عند اقتضاء الحاج ويعود كنم محمم على الدعمية الثانية الزرجانس اللي في طب في طب هذا اسمه المجزارات الجهوية لو لو هي يرطي تعله الزرجانس الزرجانس وضعيته تطلب تدخل الميديا ولا يرطي تنطلب فيموقية هاي الخالج لين تخلي الزرجانس مهم لا يسغلوا ما هو عن اسمه وكان عنده انكارت فيه فاصيل الدم وكان في حساسيان بعض الهدوية والله شهر وكان ما تتعلم عنه مرضه لا يكتشفوه وعلاجه تشفوه الزرجانس انهانه يخد عندك باش تخلصه ما هو عندك عندك ايما شخلصه عندك ايما يتمس يصونهم وهم مسؤوليه المواطن على كل ده نختتم هذا البث اللي ما كنتم بقى نعد شفت هون وطوه ياسر من المقالطات للأسف الشديد كنتم بقى نعطي فيه مجهة معارك أراجع لن ذا الطاقم اللي في طب صباني علنه يبدل بواحدة شبه منه وذل جاي يعود عارفه علنه جاي الخدمة إنسانية والمواطن هو يعطي خدمه بشاشة وطيبة وحسن خلق يالت الطبي يجهز بال يغل يجهز المدى لا يتعمل أجهزته ماهم طالبه بأجهزته ما ديوله مطالبته مع للوجه من أجل الحضرة في شهم ما يسحقه اللي هو طب التخصصات طالبين بتعميم كنم وإلقاء قانون الصيدليات وتقربهم من الأطباب تفعيل أنسير في السوسيال في الأطباب كاملين تسهيل وتوفير خدمة نقل المرضى بين نوارب ونواكشو والمطالب قد له بيتال من نفسه على حساب الصندوق ولا قد تكلف الدولة عاقبين أن يتجهزوا بيه ولا الوزارة ضغل كلين توالاته الوزارة واختيروا بعد ذيك التجربة التي تقعد ناش حولها ولا نعرف يحبون خدماته ويقل فيها لقضية الترجمة ويفتح فصل على وقت الناس لا تقدر تصبر أطباء مستشفى صباني يهدينوا وهدهم إن شاء الله ويجروا 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 يعرفوا أن الدمية عادت عرفهم لا تلعوا قادرين ويجروا ويجروا لا تكعدلهم ويجروا واحد بإذن الله تعالى وطالما الأدمية أعلن أنه لما أتجاب مرض إلى أنهم يوقفوا على حقائق الدقيقة الآن كانوا يعدلهم ولا يزهزبي ويقولون وفي حال نوع ذلك يقيم وعد العدالة ويشك Thank you والله لذلك ويجروا ويجرحون واحدة منهم دروسكم. إذا أردت قضية الكيب كيبان اللي جاي مفتحتها بالتخصصات. ونكسان دخلهم هم في عياداتهم الخاصة لزمال الكوبين هم كالنجوم. قط جيت الواحد من في عياداتهم الخاصة. وأقلبية وقت لكون سيكون في المكان ودف الكوبية. قلت له إنه أول جاي بنيه إنه أسكته. الله يعرف راسوها وهو يعرفني على حد. السلام عليكم ورحمة الله. الله يشفينا ويشفيكم ويشفي جميع مرضى المسلمين. ويا الحكومة ويا الحيلين ويا الناس كامل الواعر. مرضى السلطان. مرضى الكيلة أهل التصوية. هاي شراح ثمتين يلتنع طالهم لعاية خاصة. يلتنع طالهم لعاية خاصة بهم اللي حد يتم يطلبهم ولانا الشفاء يطلبوا جميع مرضى المسلمين. قال هم ذاك الإعلام اللي يتحرضونه كافي. ما يرد حد يزيدوا عليهم. إلا ما خفوا عليهم بالتفوير الوسائل باع. يتم يطلب لهم بعد ملانا. ولا يكذب. ولا يشوق إنه موفر لهم هو ما موفر لهم. الناس ما حالها حيوانها في اليد. ولا يلا يتسافر من أجل العلاج في الخارج وهي يغم يتوفر لها. وزر والديه وزر ذريته وزره له وأحبابه. وغمهما أقول خالق شمدوا من اليوم ما تلا يقبلوا العقل. وهذا وسائل التواصل الاجتماعي ما ثلاث معهم ستره. ما ثلاث معهم ستره. والله اللي ذاك يقللوا في كذبه. والسلام عليكم ورحمة الله. ليلتكم ساعدة إن شاء الله. أرجوع لني نعود ووفقت في توصيل الرسالة. ويحققكم لنا إن شاء الله مرحبتي بكم وسهلا ووهلا.